السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن لمحافظة كفر الشيخ صفحة 238 الصف السادس الابتدائي من كتاب سلاح التلميذ السؤال الاول اختر الاجابة الصحيحة ركية حجر النارد مرة واحدة فإن احتمال ظهور عدد فردي حجر النارد عليه الاعداد من 1 ل 6 ادي حجر النارد ده فضاء العينة 1 2 3 4 5 6 ده كده حجر النارد عايز الاعداد الفردية اللي هو 1 و 3 و 5 يبقى الاحتمال 3 على الستة بنص ما عنديش نص النص اللي هو 5 من 10 يبقى احتمال عدد فردي بيساوي نص عدد زوجي بردو بيساوي نص واحتمال ظهور صورة أو كتابة بردو بنص اصغر عدد صحيح موجب اصغر عدد صحيح موجب اللي هو الواحد طيب الصفر الصفر ليس موجب وليس سالم طول حرف المكعب اللي مساحته الكلية 60 هالمساحة الكلية المساحة الكلية بتساوي مساحة الوجه الواحد في ستة اللي ضربته في ستة اداني الستمية المية المية دي مساحة وجه هو مش عايز مساحة الوجه ده عايز الحرف يعني ايه مساحة الوجه الحرف في نفسه ضرب في نفسه مرتين اداني مية ايه اللي ضرب في نفسه مرتين اداني مية العشرة دائرة طول كترها عشرة عايز محيط الدايرة محيط الدايرة باي في طول الكتر باي في طول الكتر عندي القطر باي بتلاتة واربعتاشر في طول القطر بعشر هضرب في عشر حرك العلامة رقم هتبقى واحد وتلاتين واربعة من عشر صاد فرق طه صاد تشيل منها الاعداد المجابة والصفر يتبقى لي منها الاعداد السالبة صعر رقم ستة إذا كان سين زائد اتنين بيساوي القمى المطلقة سالب خمسة قمى المطلقة تشيل السالب يبقى إلا زواده على اتنين يديني خمسة يبقى السين بتلاتة احتمال الحدث المستحيل صفر والممكن نصف والمؤكد واحد صعر رقم تمانية صورة النقطة سالب اربعة وتلاتة بالانتقال سالب اتنين وواحد سالب اربعة سالب اتنين اشارة سالب وبجمع سالب وسالب اشارة سالب وبجمع اربعة وتنين يديني ستة تلاتة زائد واحد يديني اربعة يبقى سالب ستة واربعة شوفوا السعر رقم تسعة إذا كانت سين زي 3 بيساوي 6 يعني السين دي بتلاتة حيث سين تنتمي لصوت فإن سين بتساوي سين بتساوي 3 3.5 في 10 إلا عايزة أضرب أحرك العلامة على لي من رقم أحرك العلامة رقم هتبقى 35 ما فيش حاجة بعد العلامة اكتبه 35 هنا 65 و 60 جزء من 100 عايزة يقربه الأقرب جزء من 10 فينه الجزء من 10 اللي هو الستة هل الستة اللي قدامها دي بتزود الخمسة والستة والسبعة والتمانية والتسعة من العداد اللي بتزود اللي بعدها واحد يعني هتزود الستة دي واحد هتبقى الستة دي بقت سبعة والعلامة زي ما هي والخمسة جميع النواتج الممكنة في التجربة العشوائية تسمى ده بقول عليه فضاء العينة فضاء العينة هو جميع النواتج الممكنة في التجربة العشوائية سلب واحد تربيع في خمسة التربية القس الزوجي بيشيل السلب الواحد في نفسه مرتين بواحد في الواحد في خمسة بيسوي خمسة سالب سبعة موجب سالب سبعة هنا سالب سبعة زي ما هي موجب وسالب جنب بعض خلاص اللي تكسب فيهم السالب بقت سالب سبعة سالب سبعة اشرة سالب وبجمع سالب 14 ونشوف الصفحة التانية السؤال التاني اكمل ما يلي اول سؤال عندي بيقولي مجموعة قياسات الزوايا المتجمعة حول مركز الدايرة مجموعة قياسات الزوايا المتجمعة حول مركز الدايرة بتساوي 360 درجة ده الدايرة كلها 360 درجة صاد المجابة زودنا عليها التحاد يعني زودنا عليها الصفر صاد المجابة فيها واحد واثنين وثلاثة واربعة الامالة نهاية بس ما فيهاش صفر لما حط عليها الصفر خلاص كده يبقى انا بحط عليها بزود عليها بجيب مينة هي اللي فيها الصفر مجموعة حل المتبينة سين اصغر من ثلاثة عايز الاعداد اللي اصغر من ثلاثة بس بشرط ان هيكون موجودة في طه الاعداد اللي اصغر من ثلاثة اللي اتنين والواحد والصفر وكده بقى في القوس المجموعة علشان انا باتكلم عن طه يعني اخر الصفر اكبر عدد صحيح سالب اكبر عدد صحيح سالب اللي هو سالب واحد اذا كانت اتنين صاد بيساوي ستة بس صاد بيكام هقسم هنا على الاتنين وهقسم هنا على الاتنين اتنين هتروح مع الاتنين يبقى الصاد ستة على الاتنين تديني تلاتة بس سؤال رقم عشرين طه شيل منها فرق صاد المجبة يعني ايه طه فرق صاد المجبة يعني طه هنشيل منها الاعداد الموجب طه فيها الصفر والواحد والاثنين لما شيل الموجب اللي هو هشيل الواحد والاثنين والثلاثة هيبقى للصفر العدد السالب المرفوع لقس زوجي يعني ايه العدد السالب المرفوع لقس زوجي يعني اي عدد سالب سالب خمسة بس مرفوع لقس زوجي يعني قس اتنين ساعتها يطلع لقس هيشيل السالب يبقى العدد بقى عدد موجب لأس الزوج يشيل السالب يبقى العدد بقى عدد موجب سؤالي لبعضه مكعب مساحته الكلية 150 عايز حجمه حجم المكعب بيساوي طول حرف في نفسه في نفسه أنا ما عنديش حرف علشان أجيب حرف أنا ما عنديشها للكلية هجيبها من قانون المساحة الكلية للمكعب المساحة الكلية للمكعب بتقول إيه مساحة الوجه الواحد في ستة يعني هو جاب لي مساحة الوجه اللي هو 150 ضرب إيه في ستة إداني 150 اللي ضربته في ستة إداني 150 اللي هو الخمسة وعشرين ده مساحة الوجه ومساحة الوجه ده عشان أجيب الحرف يعني رقم ضربته في نفسه مرتين كده يديني الحرف يعني الحرف بخمسة هل هو عايز الحرف؟ لا ده عايز الحجم لما أشوف كلمة حجم أضرب الحرف في نفسه ثلاث مرات يعني خمسة في خمسة في خمسة يديني 125 صمت تكعيب طبعا لو هو مش كاتب عشان ده حجم سؤالي اللي بعده أوجد مجموعة حل المعادلة هنا عايز مجموعة حل المعادلة 2 سين ناقس 2 بيساوي 8 تعال نحل لها بر هذه 2 سين ناقس 2 بيساوي 8 أول حاجة أضيف موجة باتنين للطرفين أنا عايز أخلص من السالب 2 أضيف لها موجة باتنين للطرفين وأبدأ أضيف موجة باتنين للطرفين تعال نشوف هنزل الطرف الأولاني زي ما هو بالزبط 2 سين سالب 2 وهضيف له موجة باتنين ونزل الطرف الثاني برضو وأضيف له موجة باتنين كده العدد ومعكوسه يديني 2 سين بقت لوحدها بتساوي 8 و 2 يديني 10 هنا هقول له بالقسم على اتنين للطرفين هبدأ أقسم هنا على الاتنين وهقسم هنا على الاتنين الاتنين هتروح مع الاتنين يباسين بتساوي 10 على الاتنين تديني 5 كده أنا حلت المعادلة أشوف هو عايزها في مين هو عايز مجموعة تحل المعادلة في طه طب موجودة الخمسة في طه آه الخمسة ده عدد موجب وموجود في طه يبقى أقول له ميمحة بتساوي المجموعة 5 ونشوف السؤال اللي بعد صندوق به 6 كرات زرقاء 4 كرات حمراء جميعها متمثلة صحبة كرة بالطريقة عشوائية أحسب الاحتمالات الاتية أول حاجة عندي بيقول لي احتمال أن تكون المزهوبة حمرة فين الحمرة؟ الحمرة 4 وبجمع كل الاحتمالات اللي عندي بجمع كل الاحتمالات اللي عندي 10 4 على 10 أسمي فوقها على الاتنين وتحت على الاتنين تديني 2 على 5 أو اكتبها 4 من 10 سأل لي بعده احتمال أن تكون المزهوبة صفراء أنا أصلاً ما عنديش صفراء يبقى صفر على 10 يسوي صفر تعالي نشوف السؤال اللي بعده في الشكل المقابل دائرة ميم مرسومة داخل مربع قلب باقي جيمدال طول دولة 14 سنتي وتمسة أضلع من الداخل أوجد مساحة الجزء المزلل عشان أجيب مساحة الجزء المزلل لازم أجيب مساحة الشكل الخارجي ومساحة الشكل الداخلي واترحم من بعض يعني أجيب مساحة المربع وبعد كده أجيب مساحة الدائرة وبعد كده أترحم من بعض تعالي نشوف مساحة المربع أول حاجة أقول له مساحة المربع بتساوي مساحة المربع طول الضلع في نفسه الضلع عندي بكام؟ الضلع عندي ب14 14 في نفسه يعني 14 في 14 14 في 14 بمية ستة وتسعين مساحة المربع 14 في 14 بتساوي 196 صمتي تربية كده أنا جبت مساحة المربع هجيب بقى مساحة الدائرة مساحة الدائرة باي نق تربية وباي عندي بكام؟ تعالي نشوف باي بكام؟ باي ب 22 على 7 يبقى مساحة الدائرة باي نق تربية باي ب 22 على 7 فيه؟ أنا عندي الكتر كله ب14 الكتر قد الضلع الكتر كله ب14 وبنص الكتر بسبعة. هضرب سبعة تربية يعني سبعة في سبعة. شيل سبعة من هنا مع سبعة من هنا يديني اتنين وعشرين في سبعة يديني مية اربعة وخمسين وبرضو سنتي تربية. ابدأ بقى اجيب مساحة الجزء المظلل. هقول له مساحة الجزء المظلل بتساوي. عندي مساحة الجزء المظلل هتساوي ايه? مساحة الشكل الاولاني نقص مساحة الشكل التاني او الخارجي نقص الداخلي. انا عندي الكبير مية ستة وتسعين. والصغير مية اربعة وخمسين وهترحهم من بعد يديني ستة نقص اربعة اتنين وتسعة يديني اربعة سنتي تربية. وبعد مساحة الجزء المظلل. يبقى انا بجيب مساحة الشكل من برا. بجيب مساحة الشكل الخارجي الاول ان كان مربع او مستطيل. وبعد كده بجيب مساحة الشكل الداخلي اللي هو دايرة يديني الجزء المظلل اللي هو الداخلي. تعالا نشوف السؤال اللي بعده. سؤال الرسم. اوجد الجدول التالي نسب. يوضح نسب انتاج مصنع الادوات كهربائية المنزلية ونوع الجهاز وعايز القطاع الدائري. اول حاجة طبعا هنجيب الغسالة ونجيب السخان ونجيب البوتجاز ونجيب الخلاط وبعد كده بنرسم. تعال نشوف. اول حاجة هنرسم الدايرة بالبرجل. بتعمل لك نقطة تثبت عن ده ترسم البرجل ونص كتر بترسمه بالمصدر. اول حاجة هنجيب قطاع اللي هو الغسالة. هقوله الغسالة. بتساوي عشرين عالمية في تلتمية وستين. ارجع نجيب السخان. خمستاشر عالمية في تلتمية وستين. وبعد كده نجيب البوتجاز. اربعين عالمية في تلتمية وستين درجة. ده كله درجة. الخلاط بيساوي خمسة وعشرين عالمية في تلتمية وستين. هطلع الدرجات ديت. وبعد كده هرسم بالدرجات اللي احنا هنطلع. اول واحدة لعشرين تديني اتنين وسبعين درجة. الخمستاشر باربع وخمسين درجة. اه الاربعين بمية اربع واربعين درجة. الخمسة وعشرين ليها روبع بتسعين درجة. ونبدأ نرسم. هنثبت المنقلة بتاعتنا اول نقطة عندنا. بتثبت المنقلة. الخط على الخط والنقطة على النقطة. وعندك الصفر وبتثبت عند الاتنين وسبعين. طبعا الاتنين وسبعين. ادي السبعين. اضل الاتنين وسبعين. هتبقى فوق هنا. وبعمل لها نقطة وبوصل بالمسطرة. طبعا ما توصلش برة. خليك داخل الدايرة. ادي كده الاثنين وسبعين. هقوله دي اتنين وسبعين درجة. اللي هي قطاع الغسلة. واخش على النقطة اللي انا عملتها. الخط اللي انا عملته. هو ثبت عنده على جديد. وبعمل الاربعة وخمسين. ببصر الاركام اللي تحت ادي الخمسين. اربعة وخمسين. يعني هنزود عند الاربعة هنا هو. ادي الاربعة وخمسين. وبنبدأ نوصل. ده كده اربعة وخمسين درجة. اللي هي السخان. بعد كده بثبت برضو على النقطة الجديدة اللي انا عملتها. عند الصفر والنقطة على النقطة. ومية اربعة واربعين ببص على الارقام اللي تحت. ادي مية وتلاتين. مية واربعين. مية اربعة واربعين. تبقى هنا. وبنوصل. ده كده مية اربعة واربعين درجة. اللي هو البتوكاس. طبعا اخر حاجة تسعين درجة اللي هو الخلاط. كده الرسم بتاعتنا خلصت. والامتحان اختبار رقم عشرة. ان شاء الله الفيديو القدم انحيل اختبار رقم حداشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.